جيد مورنينج ده تاني لسن في الفيزيكس واللسن ده بيكلم عن البرشور كلمة برشور في الفيزيكس لازم يبقى عندنا حكتين. لازم يبقى عندي فورس وعندي آريا طبعا كلمة برشور برا عربي يعني ضغط. حاجة بتضغط على حاجة زي مثلا في الاكزاملز اللي عندنا دي. مثلا ممكن شخص يحاول يفرق بلونة بصبعه. هيعمل فورس ومطرح ما صبعه بيلمس البلونة في آريا. طبعا اسهل ان هو يفرقها بتبوس لو جبنا دبوس يدو بك اي لمسة البلونة دي حتفرقها فده معنى انه التبوس عشان آريا بتاعته صغيرة فاكيد بيعمل برشور كبير يعني البرشور والآريا نبدئيا انفرسلي وده الإكواشن اللي احنا محتكينه عشان نحل الإكسرسايز بتاع النهارده. البرشور فورس أوفر آريا حتى ده الديفينيشن بتاعه pressure at a point is the average force which acts normal to unit area at that point. الفورس اللي بتأثر على area, unit area طبعا مصود بيها one meter square ومن الإكواشن طبعا كلما الفورس تزيد معناها pressure اكتر كلما الارية تقلد زي في الاجزامبل بتاع الدبوس برضو البرشور يزيد. دي اهم حاجة انه pressure inversely مع الارية بس لازم الفورس تكون perpendicular. يعني زي في الاجزامبل اللي موجود هنا عندنا ده على اليمين عندي بلوك خشب مثلا ومحدود على surface معين الفورس هنا هي weight دي مهمة جدا الفورس هي weight اللي هي بتتفك mass times gravity بتاع البلوك ده والارية هم مطرح ما البلوك ده لمس السيرفوس اللي تحتي هي دي الارية طبعا هنا في الاجزامبل ده الفورس نزلة perpendicular على الارية طبع في حالة ان الفورس is not normal كلمة normal هنا مقصود بيها perpendicular عندي احتمال من اثنين يا اما الرسمة طبعا اللي على الشمال هنا يكوني يديني الانجل between الفورس واللين البربنديكلر على السيرفوس وساعتها هنا انا محتاج اعمل decomposition محتاج اجيب الcomponent البربنديكلر فهتبقى دي هتتفك هتبقى f cosine theta ده الادريسنت للانجل فده هيبقى f cosine theta طبعا فيه فورس تانية هنا f sine theta بس هنا مش هتفرق معنا دي مش بتعمل pressure فيبقى الإقوائشن بدل ما هي pressure force over area هتبقى f cosine theta over area اللي احتمال التاني انه يكوني مديني سيتا تحت فانا لو بديب الـ two components بتاعت الفورس هتبقى دي f cosine theta بس حاليا دي مش بتعمل pressure واللي بعيدة عن الثية هتبقى f sine theta بشرف في الاستاتيكس مسكنا بتتفك بنعمل a decomposition للفورس بالمنزر زيدا هتبقى الإقوائشن سيتا f sine theta وهنشوف في الاكسرسيز بتاع النهاردة اجزامبل على الحتة هاوريكو فيديو بعد الفيديو الاريا يعني اكبر شوية بس فنفس الوقت الثباشر كبير فأحرف الفرع على طول اجشوف روز الاستيامة من المسيطة إذا المستعمل خاطенты الابت يوم الأسل مقابلات فيها أعطي تحييرا بحثي من هناك تنظر أن تريد ما يكون هناك معي أكثر من المصصفى مئة الانتظار نحن دعونا بحثي استخدمتك ونحن نمتعوه ما يحدث كله من المصصفى يشبه من حياتي من الوطن تنظر 100 يمكنك أن تنظر بالنظر إلى مللسين أنظر تنتظر إلى مللسين تنظر إلى مللسين تنظر إلى مللسين مللسين هنا طبعا هو جاب 100 مصمار فالفورس بتاعته متوزع على 100 مصمار دور كلهم فمش بيفرقى البلونة هنا بالسهولة يعني الاريا زادت 100 times فالبرشور بالتالي قل 100 times شوف الإجزرسيز مع بعض هو الغادة التي حنا خدمنا الإقوائيشن البرشور إيقوال الفورس ما ننساش أن الفورس تتفك للويت الويت اللي هو mass times gravity over l زي ما شوفنا في الفيديو اللي فات هو الاريا بتاعت الدبابيز زادت 100 times وبالتالي عشان هما inversely البرشور l 100 times عشان كده ما فرعتش بالسهولة نشوف الإجزرسيزز مع بعض يعني أنصحكوا قبل ما تشوفوا الانسر دوسوا بوز للفيديو قيروا السؤال وبعد كده أنا هطلع الانسر مش هطلع الانسر على طول جربوا حلوا بنفسكم سؤالوا لإيه واحد واحد pressure is measured in زي ما نعرف اليونت بتاعت الpressure طبعا ممكن نجبها من الequation الpressure equal force over area يعني newton على area فممكن تبقى newton per meter square دي مش موجودة في الاختيارات وخلي بالكم دي مختلفة عن دي طبعا دي هنا newton times meter square يعني لو كان حطط لي مثلا newton times meter power negative 2 تبقى صح اوقات newton per meter square دي برضو بنسميها pascal برضو دي مش موجودة في الاختيارات فاحنا محتاجين نكمل نفق force mg على area اللي هي جات من الweight دي مهمة جدا وهنحتاجها كتير جدا في الexercise بتاع النهاردة ده الweight حيب نجيب اليونتز بقى mass kilogram j meter per second square والarea اللي تحت meter square نختصر شوية الميتر مع meter square هاي بضالي kilogram meter second power 2 المتر التحت دي power 1 فدل لما يطلعه فوق بنغير السين بتاع الexponent فهتبقى الانسر b هتبقى kilogram meter power negative 1 second power negative 2 تاني question in which of the following figures the pressure exerted by the child on the ground is maximum the pressure force على area the force هي mg والchild الواقف ده اكيد ليه نفس الماس في ال force situations اللي قدامنا دول يبقى اللي هيفضل يؤثر في الpressure هو الarea الarea انا عايز هنا pressure maximum يبقى فدور على اقل area اقل area هتكون c وقف برجل واحدة بس في حتى هنا مهمة بالفرق بين c و d الarea هنا double يعني الarea تعمل times two يبقى pressure هيقل half دي مهمة هنحتكى في ال exercise قدام فحاليا الانسر هو c سؤال ثلاثة the ratio between the normal systolic and diastolic pressures is systolic و diastolic pressures ده البلط pressure في الانسان عمتا والnormal بنقول هو 120 على 80 بس نخلي بالنا عشان هو ممكن يعكس systolic بالdiastolic يعني ممكن يطلب ال ratio بالعكس فلازم نبفكرين مين systolic ومين diastolic ودي ما وجودة في ال applications بتاعت الpressure السystolic pressure هو الكبير اللي هو 120 و ال diastolic pressure اللي هو 80 فهنا عايز بالترتيب ده عايز السystolic يبقى 120 over ال diastolic اللي هو 80 ولم نحسيب ال ratio دي هتطلع 3 over 2 يبقى الانسر D question 4 the opposite figure shows a chair whose legs are put in protector caps to protect the carpet under the chair which of the following choices represents the effect of putting the caps on the area of contact between the legs and the carpet and the pressure on that area يعني عشان يحمي السجادة حطوا protector caps دي طبعا رجلين الكرسي نفسها بتبقى رفع يعف هتباوز السجادة فحطوا protector caps فبدأ يأثر زي على area وال pressure واضح انه دول area بتاعتهم اكبر من رجل الكرسي فما بدأين area increases يعني احنا بنفكر ya c ya d طب لما area بتزيد الpressure بزبط بل عشان هم inversed يبقى الانسر c question 5 a brick is placed horizontally on a horizontal surface as in figure 1 if its orientation has been changed to be as in figure 2 which of the following choices represent the effect of this change on each of the force and the pressure غير نا position بتاعها من كده لكده عايزين نعرف تأثير ده على force وال pressure pressure force على area area التي تهمنا هي التي تحت دي مطرح ما الاثنين لمسوا بعض فالarea واضح ان هي قلت يعني في الحالة الاولانية كانت area كبيرة في الحالة الثانية area صغيرة يبقى pressure z خلاص يبقى answer c ما فيش غيرها فيها pressure increases طب ايه موضوع force الفورس زي ما قلنا هي بسبب الweight mg حالين البرك دي لها mass m لما نواف هكذا هي بقى لها نفس mass فالmass ما تغيرش والgravity اكيد ما تغيرش عشان كده الفورس فعلا remains constant question 7 the diagram shows a glass block resting on a table top the area of the block in contact with the table is x and the area of the table top y the weight of the block is w and the weight of the table is q which expression gives the pressure exerted on the table by the block the pressure force على area الفورس اللي هو الweight بتاع الblock w والarea مطرح زي ما قلت الcontact بينهم مطرح ما الاثنين لمسين بعض فالarea هتكون اللي هم سميها x ما تهمينيش الarea بتاعت التابل كله ما تفرق اي تم التابل دي مو كتبه اكبر كمان يهميني بس فين لما صبع عشان كده هي الarea اللي تهمين هي x اذا الانسر a دا الpressure question a submarine has a circular window whose diameter is 0.3 meter with the maximum external pressure that the window can withstand is 660 kilo pascal so the minimum external force that can break the window is approximately equal to شوف الانسر ابدئيا هو عايز الفورس ومديني الpressure بال kilopascal فلي هتتعمل times 1000 عشان احنا مش هنشتغل بال kilopascal باول حاج وعايز الفورس فلو عملنا criss cross الفورس هتبقى pressure times area الpressure 660 times 10 power 3 that goes pressure كيف انا فضل احسب الarea وكان اعيلي انه window circular والdiameter بتاعها 0.3 طالما هي circle فانا ممكن اجيب الarea pi r square pi 3 point 14 22 22 22 over 7 والradius نص ال diameter فانامل 0.3 على 2 تدين 0.15 square وكده با جبت الarea ارجع با اعمل احطى هنا في ال equation هتطلع الفورس كل الرقم ده 46,629 newton ليه اقرب واحدة في الاختيارات 47,000 ليه ب لشان اعيل approximately فهنا اعربنا الرقم نفيش واحدة تانية اقرب من هم 9 if the pressure which affects the ground due to the standing of a girl on her both legs equal 2.5 times 10 power 5 newton per meter square through the pressure on the ground due to the standing of the same girl on one leg equals طيب دي شبه تاني السؤال الpressure هو بيبقى equal force على area فهي نفس البنت فالweight بتاعها هو هو الam g مضغير h الarea بس عشان وقفت على رجل واحدة فالarea بقت الhalf وعشان inversely يبقى الpressure هيبقى times 2 يعني كل اللي احنا محتاجين نعمله ناخد الرقم ونعمل times 2 ونعمل times 2 هيبقى الانسر C بل 2.5 5 5 10 5 newton per meter square 10 a block of weight w rests on a face of area A the gravitational field strength is G so the pressure exerted on the ground due to the block is pressure equal force على area force weight الهو الهو اسمي w على area الهي A عادي خلص تبقى w على A حاليا ما عملناش حاجة بال gravitational field اللي G يعني G هتفيدنا لو بدل ما كان midi weight كان midi mass فهتطر عمل mg chاليا عندي w A فخلاص يبقى answer B 11 and the opposite figure if the object is inverted upside down the pressure under it will يعني بدل ما الرسمة كده قلب نها خلينا شكله عمل كده يبقى الpressure هيحصل له هو نفس المأس بس الفكرة هنا ان الobject شكله اتغير وخلينا الarea اللي تحت أصغر فقال pressure force over area الarea قلت يبقى الpressure I increase يبقى answer A 12 and the opposite figure if you removed one cube from them the pressure due to the cubes on the area of contact of the surface under them will increase to double decrease to half remain constant indeterminable there there is a problem in this question maybe someone can say what is when I go 1 so the area below will increase pressure will increase لا بس هو مش ده بس الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت احنا ده بصنا تاني على الإكوائشن البراشر فورس على اريا والفورس قلنا بتتفك ام جي اوفر اريا انا لو لغيت واحد خالص ماشي الاريا اللي تحت هتبقى ديفايد باي تو بس هو الماس هو هو يعني لو الاتنين كان الماس بتاعهم مثلا عشرة كيلو وانشلت واحد هيفضل خمسة كيلو بس يعني الماس كمان اوفر تو الاوفر تو اللي فوق دي مع اللي تحت هيروحه يفضل لي same pressure في remain constant الموضوع يبقى مختلف لو ناشي الشلت اللي جنبه وحطته فوق ايه مثلا وده اللي هنشوفها في السؤال اللي جاي اه هنا بيقول لي in the opposite figure if one of the cubes is put above the other خط ده وحطته فوق ايه يعني يبقى المنظر عامل كده فالpressure force over area الاريا هيا هيا بس تلوقتي الماس هيبقى times two لانه بدل ما كان كيوب واحد بقى اثنين فده لما يتعمل times two يبقى الpressure هيincrease to the double هنا نخلي بالنا انه الاريا اللي تحت is the same ما تغيرتش الماس بس هوا لبا دبل لبا الpressure ادبل ١٠ ١٠ انه هو ال base بتاعته هتكون square عشان هو ايه لي انه ده كيوب فالاريا اللي تحت تبقى five times five side fume square دين بس دي سنتيمتر فاحنا قدامنا سكة من اثنينة اما نحول كل سنتيمتر واعمل times ten power negative two او ممكن اجيب الاريا كلها لبعض لابعض five times five بس كده هتدفع سنتيمتر سكوار عشان احولها لميتر سكوار هنعمل times ten power negative four بيطلع 960 يفضلي اليونت وهنا برضو بيلعب شوية باليونت دي دي مش صح نفيش يونت كده للpressure يفضل لنا الانسر c لو رجعنا تاني للاول سؤال في ال فالexercise دي هنلاي البروف بتاع اليونت دي Fifteen In the opposite figure two boxes are placed next to each other and both are opened from the top the first box has a cubic shape and the second one has a cuboidal shape so the ratio of the forces due to the atmospheric pressure on the basis of the boxes from the inside عايز الف كيوب على الف كيوبويد نبدأين مين الكيوب ومين الكيوبويد طبعا في الرسمة واضح انه ده الكيوب فده هيبقى الاولاني الكيوبويد هيبقى التاني وده الانسر هو عايز الفورس بسبب بلاتموسفيريك براشر فالفورس لانا البرشير كان فورس هيبقى الفورس تاني فالفون بتاعت الكيوب هتبقى البرشير اللي هو الاتموسفيريك براشر في الحالة دي تاني الاري بتاعت البيز 20x20. وهي تعتبر الاريا اللي تحت هنا. جبنا اول equation. التاني equation. هتبقى force. pressure both times الاريا. الاريا بتاعت الbase. بتاعت البوكس التانية. هتبقى 20x40. وهذا كده اجيب الريش عادي. الف 1 على الف 2. بتاعت الكيوب على الكيوبويت. هتبقى 20x20. 40x20. وهو نفس الاتموسفيريك فديحة تروح. يفضل 1 over 2. يعني الانسر ب. 16. the opposite figure represents a solid metallic cylinder of height x. يعني البيان الهيط حانسني x. and cross-sectional area A. دي البيز A. which is placed on a horizontal surface. if the cylinder affects the surface by pressure P. then the density of the material. عايز يعرف الرو. الدensity تبقى equal A. نشوف البروف بتاعها مع بعض. الpressure force على area. انا كتب بالاحمر هنا كل step عملت ايه. البروف ده مهم. والاكوشن اللي احنا هنوصل لها في الاخر دي. هي اللي حنبقى نحل بيها بعد كده على طول. يعني كل مره محتاجين نقعد نسبة كل اللي step دي. ما ابدأ ايه. الpressure force over area. الفورس اللي هو الweight mg. فشلت ال F حطت mg. طبع ما عايز يدخل الدensity في الموضوع. هيبقى الدensity. mass over volume. لما عمل criss cross. يعني كمان انه ال M هتتشال. وهنحط مكانها rho v. يبقى احنا وصلنا rho v g على area. طبع عايزين ندخل height في الموضوع. الفوليوم بتاع اي uniform shape زي ده. هو base area times height. فالvolume تشال. وحطينا ah. والarea تروح مع الarea. يفضلي rho gh. دي اكوشن مهمة جدا جدا جدا. pressure equal rho gh. ولمسألة بقى بتاعتنا. الheight هو مسامين x. يبقى rho gx. يبقى pressure في الاخر وصلنا انه هو density times gravity times x اللي هي الheight. وانا عايز الdensity. رو يبقى gx هتروح الناحط تانية بالdivision. هيبقى pressure على gx. يعني وصلنا للإكوشن. بالمناسبة ممكن لو حد عارف الإكوشن. مش لازم بقى يقعد يثبت كل ده. يعني اقول كده. الpressure rho gh. يعني الdensity rho هتبقى pressure على gh. وخلاص. الproof ده بس اول مرة ايه هنعمله. بس مش كل مرة هنعط نثبته. 17. the opposite figure shows the base area and height of a group of bricks. if the density of the material of brick t is double that of each brick of the bricks. يعني لو دول مثلا الدنستي بتاعتهم سميناها x. فدي الدبل بتاعهم. يبقى density 2x. عايزي بقى بيقولي. so which of two bricks affect the ground by the same pressure. عايزي عارف مين في دول لنفس الpressure. نشوف الانسر. انا حسبت الpressure بتاع الاربعة. واستخدمت بقى على طول الإكوشن. مش محتاجين نسبتها تاني. اللي هي rho gh. هتبسط بصراحة الحل كتير هنا. فالpressure بتاع T, S, Q, Z. Pressure T. بالإكوشن rho g h. احنا اتفقنا هنسمي هنا الدنستي 2x. فشلت الرو حطت 2x. G والهيط من الفيجر H. يبقى دي وصلنا للإكوشن بالشكل هذا. الpressure بتاع S. برضو هنعمل تعويض في الإكوشن rho g h. بس الرو بتاعتها x بس. G والهيط هنا 2 h. لو رتبناها هتبقى 2x g h. هنلاقي انه T و S زي بعض. خلاص يبقى الانسر D. لقينا انه الpressure بتاع T و S زي بعض. بالمناسبة لو كم منه. ال Q و Z هما كمان هيتبقى نفس الpressure. بس هيا Q و Z مش موجودين في الchoices اللي فوق. عشان كده خلاص يبقى الانسر هوا T و S بس. 18. In the opposite figure if the weight of the solid cube is 60 N. and the length of its side is 9 cm. The pressure on the surface by the cube equal. نشوف الانسر. مبدئياً لو رسمناها تاني. عشان نفهم الانسر. الكيوب مثلاً كان محطوط هنا. وهو أنا يهمني الكيوب. الاريا بتاعته ضغطة بالزبط بكام على السيرفس اللي تحته. البربنديكولر فورس. فلو كملنا الانجلز بتاعنا ده 90. ده 60. فده 30. وبنا اعمل the composition لل60. وهجيب الفورس اللي هنا. هتبقى 60 cos 30. وده اللي انا عملته في اول step هنا. يبقى انا جبت الـ two components. او انا جبت الـ normal بس هاي اللي تهمني. التانية هتبقى 60 sin 30 مش هتفرم انا. مش بتعمل pressure. اللي بيعمل pressure هي البربنديكولر على السيرفس. اللي هي 60 cos 30. وهتطلع كده. وبعد كده احسب الpressure. الpressure force على area. كان يلي انه ده كيوب. والصايد بتاعه 9. فعشان اجيب الbase area التعادة. هنعمل 9 times 9. بس هاي ده سنتيمتر. وبرده انا حولت هنا. السنتيمتر المتر. times 10 power negative 2. جبت ال force. جبت الارية. خلاص كلا نعمل division. حتلا 6,415 newton per meter square. الوالانسر C. 19. a cylinder of height 3 meter. radius 0.3 meter. is standing on its bottom. affecting the ground by pressure 19,000. the density of the cylinder's material is the answer. هن انا بسطها خالص استخدمت باع الهواليقوشن الجديد البتاعتنا. الpressure rho g h. رو اللي هي الدنسطي. اللي انا عايزها. وكم مديني الpressure 19,000. ال gravity 10. ال height 3. وقدرت اجيب ال division هنا اجيبت ال دنسطي. 633 لهاي الانسر ا. 20. 2 columns of the same height are made from a material of density 6,000. 1. If the first one has a square base of widths 0.2 meter. The second one has a circular base of diameter 0.2 meter. The ratio of the pressure of the first one to the pressure of the second. أيضا رشو بتاع الpressure بتاع الاثنين. دي ممكن تتعامل بقى مسألة طويلة قوي يعني. ممكن احسب مثلا اسمي ده 1. ده 2. واحسب بقى pressure 1. هيبقى force على الارية. الفورس هي تتفكى m g على الارية. والم هتتفكى rho v. المهم في الاخر. هنوصل انه pressure زي ما قولنا من شوية. ممكن يتجاب ب rho g h. pressure بتاع السيلندر. هيبقى rho g h. نسهل بقى خالص. الرو هو ايلي same material. والرو بتاعتهم واحدة. الجرافتي هي هي. الheight. ايلي هم they have the same height. يعني الh كمان هي هي. طب لما الرو والg والh. constant في الحالتين. لما اجيب الratio pressure 1 على pressure 2. هتطلع 1. بس. المسألة بسيطة جدا ما فاش حاجة. بس مهم نفتكر انه الgeometric shape ذات نفسه مش هيفرق. مش هيفرق معي. هو مثلا كيوبويد ولا سيلندر. طالما الheight. واحد. بينما احتحال. same height. same density. خلاص. بل suasه กل BIG للخیور هو كامل computer هوا هوا. آخر سؤال. A small table of weight 40 newtons stands on 4 legs Each having an area of 0.001 meter square What is the pressure of the table on the floor? شوف الانسر الpressure الفرس على الارية الفرس مدي هنا 40 newtons الارية بس بتاعت كل لغ هنا 0.001 وهما 4 فهو طرع عمل times 4 وكده انا جبت total area اللي هي الترابيزة لمسة الارض فيها هتطلع 10,000 newtons per meter square لو الانسر C وكده يبقى خلصنا الدرس الثاني Thank you